اتفقنا يا صديقي لم يكون قد اتفقها ورغم ذلك هامس متولي اتفقنا ويغسل أمسك متولي من فضلك بيعمل ريحة مش حيوة يعني أنا بدأت أفكر في العالم المثقفين وأنا في ألمانيا وأنا في برلين لأنه ببساطة كان وحشني كان وحشني جدا يعني سنة 2018 أواخر 2018 ابتديت أفكر فيه طبعا إيه في الغربة والوحشة الألمانية يعني كنت وحشني خلينا الرثاثة الركاكة بتاعت المثقفين في مصر وحشاني جدا وحاسس إن ممكن الواحد يبص عليها بنظرة جديدة يعني أو مش من أو يعني ممكن يحط يحاول يتخيل لها شكل جديد أو حاجة زي كده خاصة إنه الأجواء في مصر كانت في السنوات اللي هي المبعد الثورة كان فيه امتزاج كبير زي ما أنا فاكر ما بين المثقفين والشارع إنه يعني كان نسبة الناس اللي بتقرأ ملاحظتي يعني كانت زي ما أنا شايف يعني نسبة الناس اللي بتقرأ كانت عالية كتير بقى فيه كلام كتير أكتر مما كان قبل الثورة يعني بكتير فحسيت إنه والله ممكن يطلع حاجة من فكرة المثقفين والشارع دي يعني أو يعني المثقفين كجزء من الحياة ومن السياسة ومن المجتمع والقصة دي الرواية عن فترة زمنية هي ما بين الثورة والوباء ما بين الثورة والوباء ده نوع من الأحداث بتطلع فيه أحلام وتطلع فيه تموحات وتطلع فيه مشاريع تغيير لكن كمان بيطلع فيه اللواعي اللواعي الجمعي بصوته الجمعية اللي هي مش متعالجة مش متبصة عليها فالروي الشبح هنا شاف أعرف وعرف اللغة هو أنا شايف إن في الرواية دي اللغة فيها متقدمة علشان يقدر يصنع سبيكة لغة سرب من فصحة للغة ربيحة على لغة شعبية على لغة مثقفتي على لغة دي علشان يقدر يشرح بيها يعني يوصف بيها ما تبقاش لغة أحكام ما تبقاش لغة تبشيرية ما تبقاش لغة فلسفية تبقى لغة لغة اكتشاف وقادرة على سرد التنقضة وإنه اللي موجود ده وعكس ما ما ممكن تشوفه في لحظة ما هي اللحظة ما فيهاش سراع هي فيها مزحمة زي مزحمة الديوب وكده الحاجة السابتة أكتر هو جيل الكاتاكيت ده اللي بينتمي هو فعلا الحقبة عمرية معينة لأنه هو دي تصورت إنها إيه إيه أو يعني ما عرفش ممكن أنا بقى غلط الله أنا بس تصورت إن الحقبة العمرية دي هي اللي بتعبر عن المثقف القادم أوكي اللي يعني إيه ما تمسش أو اتمس بالثورة طبعاً بس بس حر شوية تجاهها يعني مش مش زي جيلي أنا يعني لا يعني أنا حبيت جيل متحرر شوية يعني من الجيلين الجيلين بالشكل ده متحررين شوية من الثورة كل واحد بطريقته بس هو كمان لأنه كان بيعبر لي عن فكرة إنه ممكن الطبقات الشعبية تخلق مثقفين دي كانت حاجة بالنسبة لي أساسية جداً جداً إن أنا عاوز أجيب عاوز أجيب الشارع عاوز أجيب الحيال شعب الحاجات دي وعاوز أجيبه المثقفين فهو بالنسبة لي الجيل ده كان يستحمل ده إنه يعني يبقى واحد متخرتق في حياته تماماً وسكن في منطقة تعبانة جداً وبتاع بس بيقرأ روايات وعاوز يكتب روايات فالمسج ما بين العالمين بالنسبة لي كان نبتدى يبقى واضح وأنا بكتب وأنا بكتب في أواخر الفصل الأولاني عن طريق شخصية دميانة اللي هي الخادمة التي تحولت إلى محررة بما أنها خادمة تحولت إلى محررة فهي تستحمل إن ابنها يبقى إنه ده من الشباب اللي أنا أقصده اللي هو الشاب الفقير المعدم الغلبان اللي اللي عاوز يبقى كاتب أو عاوز يبقى روايي أو كذا فهو بدأت من فكرة دميانة وبعد كده الفكرة التانية الفكرة التانية كانت سهلة بقى اللي هو يعني إيه خلص يبقى دميانة حتقنع مخايل إنه هو يشغل ابنها عندها فيبقى هو المحرر بتاعه أو المساعد أو الجليس أو زي ما تسميها يعني لا لأن أنا مش عاملها مش عامل في نميمة يعني لو حد ما فيش حد في الدنيا قال لي لا فيه فيه في صراحة عشان ما كذبش فيه تنين قالوا لي إن فيه شخصية بتفكرني بكذا وشخصية بتفكرني بكذا بس هو أنا الشخصية ما كانتش أنا بتفكرني أنا بكذا فخلص يعني نميمة على مين النميمة صحيح الحمد لله كل شيء تمام حسنا